ممكن أن نعرج على بعض الأشياء التي تخفض نصائح الأساسية الخطوط العامة لكن مسألة جرعات وإيه المادة وهل هذا يفيد ويكون بديل لا من الصعب أن نحدد أن هذا بديل وهذا سيكون علاج ونحن نوقف تدرجيا تدرجيا بإذن الله سوف ممكن مع الوقت يقلل إلى أن يعود من الخطوط العريضة في هذا الجانب؟ في منتجات كثيرة طبعا وطبعا الكلام الذي سوف أقوله هو طبعا مؤخد من أبحاث علمية أكيد ليس دغضغة مشاعر أو أبحاث علمية أنا فقط قمت لعملية الترجمة مثلا العسل العسل طبعا الله سبحانه وتعالى في كتابه فيه شفاء مفتوح شفاء شفاء للناس بس لابد أن يكون عسل طبيعي مثل نرجع مرة ثانية للنقطة الأولى إذا دخلت اليد البشرية والتجارة ما تجارة يكون الضرر أكثر وأعظم طيب وهل أي نوع من أنواع لاسل أن هناك عسل السدر والحبة السوداء الحبة السوداء نجيلها العسل نفسه عسل الحبة السوداء لا هو يخلطوه 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 نعم يدقوا الحبة السوداء هو الآن يعملوا عسل بالحبة السوداء وعسل بالزنجبيل خلاصة يعني في عسل بالمريندة فيه أمور كثيرة فالعسل هو علاج لكل الأمراض لكن لابد أن يكون عسل طبيعي فإذا كان عسل غير متأكد من مصدر العسل أنا لا أنصح بإستخدام العسل بشكل أساسي إذا كان العسل طبيعي ممكن يستخدم كمحلة وطبعاً لما أقول استخدم العسل أنا لا أقول الكثار طبعاً أي شيء حتى الموني إذا أكثرت منها قد تكون مضرة يعني العسل دكتور يستخدم الآن كمحلي كمحلي ممكن يستخدم كعلاج لتنشيط البنكرياس مثل عسل مرة ثانية كميات بسيطة بسيطة والطبيعي بسيطة وتكون طبيعي الحب السوداء الحب السوداء دهي من يفضل طبعاً فيه دراسة جريت في جامعة الدمام عندنا في الكلية ووجدوا أنه جرعة تقريب 2 جرام في اليوم استطاعت أن تخفض مستوى السكر 2 جرام لكن كيف تأكل كاملة أيوة هنا لابد طبعاً الفائدة الموجودة في الحب السوداء تشبه البصل أنت عندما تقوم بتقطيع البصل ماذا تشعر يا حسين هذه عادة تسمى الزيوت الطائرة أو الطيارة فدكتور حسين الآن المادة الفعالة في الحب السوداء تكمن في الزيوت الطيارة البولوتايل أويل فلابد أن تكون طازجة وتم ضغط أو تطحن في الأسنان وتبلع أو تطحن قبل فترة وجيزة لكن تطحن بكميات ويتم خزنها وتستخدم يعني لابد تكون طازجة مباشرة لأن الزيوت الطائرة هي المادة الفعالة موجودة في الزيوت الطيارة 2 جرام يومياً يعني معدل ملعقتين شاهية صباح مساء وإي وقت طبعاً بشكل عام الأشياء اللي سوف نعرج ونتقلها الأبحاث يعني بدأت من 1 جرام إلى 10 جرام طيب يعني ممكن نقطي معي دقيقة واحدة يعني فنريدها بشكل سريع طبعاً طبعاً ممكن الشخص يبدأ بملعقة صغيرة وتدريجياً مع متابعة مستوى السكر قلنا العسل الحب السوداء الصمغ العربي اللي هو اللبان نفسه أي الصمغ العكبر العكبر عبارة عن صمغ ممزوغ بلعاب النحل أو صمغ النحل القصط الكركم الكركم جداً مفيد يسمى الهرد في بعض الدول الكركم الأصفر الأصفر نعم لكن المطحون أو أنت تتكلم دائماً عن الحبوب الأصلية أو الجذور هو استخدم بشكل جذور واستخدم بشكل بودر فكلاهم الجراعات تراوحت ما بين جرام 5-6 إلى 10 دراست كثيرة وبعضها في جامعة أمريكية حطوه في كابسولات وتراوح بهذا الشكل فقلنا الكركم وكذلك القرفة 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 نعم منتازة بعض الدراسات قالت الشاي الخضر في عشبة تسمى الترمس الترمس كذلك أثبتت فعالية الترمس اللي يشبه الحمص أي بضبط الأصفر طبعاً اللائحة تطول وكننا نود أنه شويين لكن هذه أهم طبعاً هذه أهم الأشياء المكملة الحلبة الحلبة جداً مفيدة الحلبة الدراست ما بين 5 قرام إلى 6 قرام ما بين بودر إلى حبوب جداً مفيدة بس في ملاحظة من يتعاطل الحلبة يهتم شوي بالمضافة طيب دكتور في عشرين ثانية لو تكرمت وأعرف أني ضغطتك في الوقت ما الأشياء التي تشرب من هذه الشرباً وما الأشياء التي تأكل تعداد فقط كم تأكل الحبة السوداء الحبة السوداء نعم والعسل بقية الأشياء ممكن تخلطها مع زبادي أو تخلط بشكل عصير أو أصلاً ما تخلط بالموية تخلط بالموية وتشرب ممكن لأن الفعلية في المادة نفسها شكراً للمشاهدة